خلاص بتحبب الأطفال وتنوع الألوان جميل لكن يوم ما أقول لنفسي يعني أم اللي بتصلي دي ساعات كده ربنا بيكرم بعض الأسر وتصلي كده إيه جماعة في البيت أيام ما كان بقى قيام أو أي صلاة مكتوبة أو فريدة أو غيره أو بتاع في تكر موقف من المواقف لا أنسى في عمري طفل جميل كده عند باربع السنين وقت كده الأزيز وما بيركس يعني أول وقت ما بيركس وبيقل الحركات بقى يعني إيه يعني حنصلي فحس إن الصلاة دي يعني حيبق فيها ربنا سبحانه وتعالى وحيبق فيها حاجات حلوة لازم حيبق فيها حاجات حلوة فمستعبش قوي حدة الوقفة مستعبش قوي إنه هو يوقف ثابت ما يستعبش قوي إنه هو ما يبصش في قوش بابا كده أو ماما وماما تروح إيه دحكة مثلا فالكل يتحك فلاقيت أم كانت الأب بيصلي والأم معايا والعيال موجودين والبتاع والوادي اللذيذ ده جميل يعني يعني أنا شفت أصلي الوادي اشتكالي يعني فلاقيت ماما بسم الله ما شاء الله الله أكبر عندها القدرة البهلوانية البهلوانية إنها قامت من الصلاة لبست الشبشب نطرت الشبشب من رجليها لأديها وجريت وراه بتديله علق سخنة عشان مش بيحترم مأة الصلاة طب قابليني بقى لو صلاة قابليني لو صلاة المطاعم العالمية كلها حتى ركن للأطفال ألعاب ومعرفش إيه وبتاعه عشان كده الأولاد على مستوى العالم في مؤسسة أو مؤسستين مصيطرة على صندوشيات الأكل الجاهز من حجرة المال اللعب اللي حبيبتهم في المكان مش عشان الأكل لا عشان المتعة عشان المرع طب ده أربع سنين ده أربع سنين ده بالزبط كده هو في الجنة ورجله في الأرض ومن حقه يعمل لوعه ويتحك في وشك وينكشك ويرقف قراسك ويقلع كل الخمار خلاص ويقلع ويتبول يعني الروح اللي بننقلها لأولادنا بهذه السورة زي أم برضو طيبة خلاص شغل البيت بقى وبتاعه الكلام ده والمغرب بيد ده أنا عاوزة تلحق المغرب عشان تريح شوي فربنا يا كريمها بثلاث أطفال واحد تسعة والتاني ستة والتالة العكروت ده تلاتة فالإباما عاملة حظر تجول من الصبح عشان بتنظف وتوضب وتعمل وتفنت في القوضة بقى بتاع الكلام قالوا خلاص لأني تفعل أماما هي بأول ما تبتخش في الصلاة هي مش تقدر تخرج من الصلاة لحاجة عشان تقدر تقولين لأ أو بتاعوا الكلام ده هاتو الكرة عام نلعب في الطرق كلين نلعب في كله فهيصة عملوا هيصة خلاص فالصغير بين رمج كرة في وش الكبير فالكبير جري وراه الصغير لو داخل في إيه في اسمه ده في الخمار بتعممته وهي سجدة في السجدة الأخيرة الأمة خلصت السجدة الأخيرة وراحت شيلة متعرفش إزاي يعني بتتشال إزاي الخمار بتشال ويتنطر بعيد وبالقطع شعرها طبعا حيبقى منفوش قد كده زي أمنا الغولة وتجري ورا العيل عشان يتعلم إزاي يقدس الصلاة إيه الصلاة اللي بتجيب دار بدي إيه الصلاة اللي بيجيب دار بدي طيب الصلاة دي تنع الفحشاء والمنكر رحنا بها يا بلال طيب يا أولاد الصلاة دي علاقة بينكم وبالربنا سبحانه وتعالى وبصلة وبتحسوا كده كده فيض مشاعر كده وبتاعه الكلام ده يا نهار هو فيض المشاعر اللي حضرتك كنت بتصلي دلوقتي جالك هو اللي خلاكي ترقعين العلقة السخنة دي الطفل يقارن الطفل ما يعرفش إن الدين ده من قبل إله لكن بيشوف أثر الحاجة ما هو أنا لو 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 أيس كريم جميل طعمه لذيذ خلاص دوقت الحد وقلت له ده أيس كريم من الحتة الفلانية خلاص يبقى يبقى العائد إنه هو فعلا الأيس كريم ده بسم الله ما شاء الله جميل وبتعود إن أنا أروح المكان لإن الناس هناك بتقيم بتعمل وتتنوع الأمور كنت في نقاش ما حد في حكاية الأطفال مع المسجد في أولاد صغيرين بيعملوا أكي على نفسهم وببي يعني عادي ده طبيعي يعني فأول سنتين ده طبيعي فبيلبسوا بامبرس بعد أوقات فممكن بعد أوقات أطفال تعمل أكي مامتهم مرتبة الدنيا ومزبطة بس الوات مزبط نفسه أول ما يخش الجامعة يعمل فريحته بتبقى صعب أول في بعض أوقات أما بيبقى ملغبط في الأكل وبعض أوقات فيه ولد كده يعني إيه يعني يلعهدون البتاع ده مش عاوسوا وبعض أوقات الأولاد بيجروا في المسجد وبعض أوقات الأولاد بيطلعوا فوق المنبر وبعض أوقات بيركبوا بابا حصان الغريبة رد الفعل ترجمة نانسي قنقر